السلام عليكم أهلا بكم في كورس صناعة فيديوهات الويت بورد أنيميشن وفي المحاضرة دي هنتكلم عن التعليق الصوتي الاحترافي إيه هي شروطه والأدوات المستخدمة فيه وإيه الفرق بين التعليق الصوتي الدعائي أو الإعلاني والتعليق الصوتي لفيديو محتوى بالنسبة لجودة التعليق الصوتي والأدوات المستخدمة فيه مهم جدا تعرف أن جودة الصوت أهم من جودة الصورة أي مشكلة في الصوت بتظهر بسهولة جدا وبتقفل المستمع من الفيديو طيب تعالوا نشوف إيه هي شروط جودة ونقاء الصوت والأدوات المستخدمة أول حاجة التسجيل في مكان مغلق ومعزول ومبطن وهادي تاني حاجة التخلص من الدوشة الداخلية تالت حاجة أفضل مايك حسب الإمكانات المتاحة ورابح حاجة برنامج منتاج لإزالة الدوشة والأخطاء بالنسبة للشرط الأول وهو التسجيل في مكان مغلق ومعزول ومبطن زي الإستوديوهات اللي بنشوفها وخاصة بالتسجيل في إستوديوهات قنوات اليوتيوب الكبيرة بنلاقي فيها أن الإستوديو مبطن بسفنج زي ده علشان يمنع صد الصوت ويأزل الصوت اللي جاي من بره طيب إزاي نوفر حاجة زي دي عندك في البيت؟ أي أوضة فيها كركبة كتير زي دولاب وسرير ومكتب وحاجات فوق الدولاب وحاجات تحت السرير وبطاطين هتقدل غرض منها وأهم حاجة تكون الأوضة بعيدة عن الشارع والدوشة أو أنك تخصص وقت معين للتسجيل وده في الغالب بيكون وقت الفجر الدنيا بتكون هادية شوي أما ثاني حاجة وهي التخلص من الدوشة الداخلية في حاجات بتعمل دوشة داخلية وإنت مش أخد بالك منها زي المروحة، التلاجة، والتكييف، وصوت الكمبيوتر أو اللاب اللي أنت بتسجل منه علشان كده يفضل يكون المايك اللي أنت بتسجل به يكون سلكه طويل علشان تبعد أكبر مسافة ممكنة عن صوت الكمبيوتر أو اللاب وتالت شرط أفضل مايك حسب الإمكانيات المتاحة أي مايك معاك حتى لو الهيدفون بتاع الموبايل الأهم ما يكونش المايك الخارجي بتاع الكمبيوتر أو اللاب اللي أنت بتسجل منه لأنه بيلقط كل الدوشة الداخلية من جميع الاتجاهات فممكن تبدأ بأي مايك من أرخص حاجة لأغلى حاجة وخاصة لو هتعمل فيديو غير تجاري أما لو هتعمل فيديو لإعلان تجاري يفضل المايك يكون حاجة كويسة أو تشتري خدمة التعليق الصوتي من مواقع العمل الحر زي وآخر شرط معانا وهو برنامج منتاج لإزالة الدوشة والأخطاء وده هيكون معانا برنامج أدوستي لأنه من أكتر وأشهر البرامج المستخدمة لإنتاج الصوت لغير المتخصصين وكمان سهل الاستخدام ومجاني وهنشرحه بالتفصيل إن شاء الله المحاضرة اللي جاية نيجي بعد كده الجزء مهم وهو إزاي نعمل الأداء الصوتي أو التعليق الصوتي بشكل احترافي في الأول في نوعين من التعليق الصوتي النوع الأول التعليق الصوتي الدعائي أو الإعلاني والنوع التاني التعليق الصوتي لفيديو محتوى أما التعليق الصوتي الدعائي فبيكون الصوت مهم جدا ولازم يكون صوتك مؤدى فيه بشكل محترف لأنه عامل مهم جدا في الإقناع ولازم يكون صوتك جزاب ومخارج حروفك واضحة وله طابع احترافي نسمع مثلا في المعلقين الصوتيين اللي بتكلموا بالفصحة أو حتى بالعامية ولكن بيكونوا مهتمين بمخارج الحروف وطريقة الإلقاء وممكن يكون حد بيتكلم بطريقة غير احترافية ولكن بيعتمد في أداءه على شهرته في الدعاية سواء كان ممثل أو صاحب قناة يوتيوب أو بلوجر على الفيسبوك علشان تتعلم تعمل تعليق صوتي احترافي لفيديو دعائي لازم تاخد كرسي كامل علشان تعرف تعمل فيديو دعائي ده لو مهتم بالمحتوى الدعائي لأن الموضوع بحر واسع وكبير ومن أشهر الناس في التعليق الصوتي وأشهرهم هو مروان بن حفصية فممكن تسجل معاه وتاخد الكرسي بتاعه وفيه كمان المعلق الصوتي أحمد النجار ممكن تتابعوا على اليوتيوب وتاخد الكرسي بتاعه وإن شاء الله هسيب لكم روابط القنوات دي على المكتبة الخاصة بالكرسي وممكن ببساطة نصمم فيديوهات الصبورة البيضة زي ما منتعلم مع بعض وبالنسبة للتعليق الصوتي الاحترافي ممكن تشتري الخدمة دي من مواقع العمل الحر زي ساونت ديلز أو خمسات أو موقع مستقل أو تكتب على جوجل خدمات التعليق الصوتي الاحترافي وممكن تستفيد بخدمات الزكاء الاصطناعي AI بعمل التعليق الصوتي وده ممكن تعمل سيرش على اليوتيوب وهيجي لك إزاي تعمل التعليق الصوتي وبيديك الروابط كمان الخاصة بالزكاء الاصطناعي ولكن أنا ما بشجعش التعليق الصوتي باستخدام الزكاء الاصطناعي لأنه أحيانا بيكون فيه أخطاء في تشكيل ونطق بعض الكلمات إلا إذا كان الموقع مدفوع طيب نيجي بقى لتاني نوع للتعليق الصوتي وهو التعليق الصوتي لفيديو محتوى زي فيديوهات اليوتيوب وفيديوهات الشرح لأغلب المدرسين أو حتى قناة يوتيوب لأي محتوى تاني يفضل يكون التعليق الصوتي بصوت الشخص نفسه صاحب المحتوى حتى لو عنده أخطاء أو حتى لو مش عارف يؤدي بشكل احترافي لأن ده مع الوقت هيخلي الناس تربط المحتوى بتاعه بصوته والناس هتحب المحتوى بتاعه بالصوت ده وكمان بالطريقة دي أنت بتحمي قناتك على اليوتيوب أو صفحتك على الفيس من انتهاك حقوق الطبع والنشر اللي بتوقف الأرباح من اليوتيوب أو الفيسبوك ويمكن حتى بعد كده تبقى مشهور وتتطلب بسبب صوتك أتمنى تكون المحاضرة عجبتكم واستفدتم منها كتير السلام عليكم